في مستشفى ويسن المركزي جريمة جديدة بطلها ضابط في الجيش المصري وأسرته من حملة الكرابيغ الضحية ممرضة لا حول لها ولا قوة فقدت جنينها تحت وقع ركلات وصفعات ضابط الجيش وضربات أخرى من كرباج شقيقته أو والدته السبب لا يوجد أطباء في قسم الاستقبال والطوارئ جميعهم في غرفة العمليات النتيجة مشهد عبثي يلخص لك الحال في مصر بلد يحكمها نظام فاشل لم يهتم يوما بالقطاع الصحي ولم يطور يوما مستشفيات الحكومة وأطباء لم يجدوا رواتب جيدة أو حماية لهم أثناء تأدية عملهم فهاجر نصفهم للعمل خارج البلاد ومدير مستشفى ووكيلة وزارة الصحة حولهم النظام إلى عرائس مارونيت تتحرك لحماية النظام ورجاله ولو كان المعتدي ضابط جيش فليذهب الفريق الطبي إلى الجحيم أتمريض يعاني الأمرين يواجه غضب المرضى وذويهم داخل أقسام الاستقبال والطوارئ وأسر مصرية منها من لا يقوى على تكاليف المستشفيات الخاصة فيهرول بمريضه إلى أقرب مستشفى حكومي فلا يجد طبيب أو خدمة طبية فيتحول إلى وحش كاسر يأكل الأخضر واليابس ويعتدي على الجميع في هذه الواقعة يجب أن يحاسب ضابط الجيش المعتدي ويجب أن يحاسب مدير المستشفى الخائف المضعور ويجب أن تحاسب وكيلة وزارة الصحة على تخليها عن فريقها الطبي لكن قبل كل ذلك حاسب وزير الصحة الفاشل وحاسب الرئيس الفاشل وحاسب الحكومة الفاشلة التي لم تهتم بالمنظومة الصحية فأصبحت مستشفى أوسن المركزي ظاهرة عامة وليست حالة فردية